في الدور يا دكتور ماجد اللي ماشي دلوقتي ده ناس برضو انا بسأل بالنيابة عنهم امتى نتوقع التحسن وفي حاجة تانية احيانا بتبقى الفترة المرضية اوز دي فترة تناول الدواء انتهت ولكن هناك بعض الاعراض لسه متبقية فيبقى اولا امتى نتوقع التحسن يعني احنا مثلا هنبدأ العلاج النهاردة هبتدي اتوقع التحسن امتى والتحسن ده هيكون في شكل ايه وايه من الاعراض اللي مفيش توتر كبير منها في حال بقاء عارج برضو تفضلت يعني عشان دكتوره فاهم كويس كلمة اعراض دي احنا في الحالة دي بالذات احنا بنعالج اعراض وليست امراض يعني عشان المريض لما يجيلي ما يلاقش قوي لان هو طبعا في دماغه حاجات اكبر ايوه انا انا فهم نفسية العيان ايه ده ده يكونش كزا يكونش مرض كزا لا احنا بنعالج اعراض في الادوار دي اللي موجود دلوقتي ده ده الحالي ده احنا بنعالج الاعراض يعني رشح صداع كحة بلغم كل ده من حسن الحظ ان التلت اربع او يمكن تسعين في المية منها بيسمها سيلف ليمتنج ديزيز يعني ايه من ولاي تلت ايام بتيدي وتتمكن تلت ايام بتقعد وتلت ايام بتروح اغلبها وسيلف ليمتنج يعني ايه يعني بتلم نفسها يعني انا مش هقول ان انا زي ما خدش دوا هو حتتحسن بالمقاومة وحبقى كويس بالتغذية وبالراحة وهو الاخر والادوية بتبقى عامل مساعد بدل ما تقعب معايا تسع عشر ايام او اسبوعين يقعب معايا تلت اربع ايام وتحسن وهو الاخر التحسن بقى بيجي على على نوعية نوعية المايكروب و ومدى يعني تغلقله لانه احنا عندنا الفيروسات يعني مئات الالاف والبكتيريا انواع كتير جدا كل واحد بقى على حسب هو العدوى بتاعته ايه اغلب الموجود العادية اللي هي الفلونزة العادية اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي او السفلي ودي بيبقى التحسن تقريبا خلال قد وبيبقى التحسن زي ما قلنا بداية التحسن ممكن خلال اسبوع خلال اسبوع او اقل من اسبوع او اقل من اسبوع ولذلك احنا بنقول ايه يقولك عنده حساسية احنا بنقول امتى يكون عنده الحساسية كذا نوع منها المايلد البسيطة والمدريفة 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 والمتوسطة والشديدة بنقول عليها امتى لو بتقعد في الاسبوع اقل من اربع تيام وفي المجمع المتوسطة اقل من اربع سبيع دي بتبقى اللي هي البسيطة بسيطة ازا كان بتقعد اقتر من اربع تيام في الاسبوع واكتر من اربع سبيع على مدى السنة اه السنة اه 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 ايبا دي درجات الحساسية دي درجات احنا دي درجات الحساسية اي اذا دي برضو بترتبط بالعلاق اي يعني ده بيجيلوا المرض دهوت لمدة كذا وفي بقى امراض اللي هي مزمنة وفي عامل تاني بتتحكم يعني مثلا المريض لو مدخن مثلا اه بالزبط المدخن غير المدخن المريض اللي عنده سكر غيره عنده سكر المريض اللي عنده ربه غيره عنده ربه صح وذلك الفترة بتقعد اكتر طبعا مرض السكر بتزيد عندهم شوية مدة القلاق اي بنراعي هذا وبيبقى اكتر عنده اكتر شوية لفترة المرض اي وذلك بقول ايه ان احنا برضو بنعالج كله مع بعضه يعني 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 مثلا قبل ما يخش على المضاعفات قبل ما يخش على المضاعفات عامل المسار اللي هيبع عليه المريض يعني انا بابعارف المريض ده اللي عنده ده هيقلب على كذا ايه بالزبط حيقلب على كذا اذا انا برضو زي ما حركت فضرت من شوية قلت ايه ان انا بشوف في المستقبل ايه اللي ممكن يحصل وأنا احتطليه وراعي دارك في خطة العلاق وخطة العلاق جاريتنا اللي تزم بيها برضو والمتابعة مهمة والمتابعة مهمة